تنفيذا لتوجيهة جلالة الملك عبدالله الثاني أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية سلاح الجو أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إنه منذ صدور التوجيهات الملكية السامية بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الإمدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي بعد التوجيهات الملكية السامية بإرسال مساعدات إغاثية وإنسانية كان هناك جهد كبير وتنسيق مباشر ما بين الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية قوات المسلحة الأجهزة الأمنية مع نظيرتها في السلطات المصرية لضمان وصول هذه المساعدات التي ستصل إن شاء الله عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح ركزنا في هذه المساعدات بعد تنسيق من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مع وزارة الصحة الفلسطينية والأجهزة الرسمية هناك بحسب أولوية الاحتياج على المواد الطبية لذلك كانت هذه المساعدات عبارة عن علاجات ومضادات حيوية ومستلزمات جراحة وطوارئ بما يتناسب مع مثل هذا الظرف ويتناسب أيضا مع نوعية الإصابات التي هناك التنسيق جاري والعمل الدؤوب إن شاء الله بعد التوجيهات الملكية الكل بخليط عمل متكاملة لإيصال هذه المساعدات للأهل في قطاع غزة أعلنت وزارة الداخلية أن الهيئة الخيرية الأردنية بدأت باستقبال تبرعات المواطنين العينية والمالية للأشقاء في قطاع غزة من خلال المراكز التي ستعلن عنها الهيئة في مراكز المحافظات وارقام الحسابات البنكية